أصوات وأيضا مسؤولية الأجير في الالتزام بهذه الشروط دكتور ماتوق طبعا مسؤولية المشغيل عنده الالتزام مهم وأساسي هو توفير السلامة والأمن أثناء العمل للأجير إذن لماذا نتكلم عن هذا الفيروس كورونا المستجد فهو تعتبر هذا الفيروس يشكل خطر على الأجراء إذن أشنو الالتزام المشغيل وأنه يتخذ جميع التدابير اللازمة داخل المقاولة داخل محل العمل باش الأجراء يمرسوا العمل ديالهم ويؤديوا الخدمة ديالهم في ظروف سلامتية مثلاء يعني يكونهم أمنين وسالمين من هذا الفيروس يعني ما يتقربوش تكون دك المسافة الأمنية الصحية ثانيا يكون المعقيم في رهل الإشارة ديالهم موجود في الممشى ويلقوا باش يساوبوا يديهم يعقموا يديهم ثالثان المسائل اللي كتتعلق بالمرافق الصحية تكون تهيئة فيها جميع التدابير اللي غد تحفظهم من هذا المرض هذا يعني ما يكونش كي تستعمل منه نفس الروبيني من كي يكونوا كي يغسلوا يديهم إلى بغسلوا يديهم إذا كانوا كي يأكلوا وخص تكون الظروف يعني مواتية والشروط متوفرة باش ما يكونش إنتقال العدوه هاتل الإجراءات كلها خصوص المشغيل يآخدها إذا الأجير لاحظ بان اذا الإجراءات نحن ناخدهاش المشغيل وقال له المشغيل أجي كتنحكم نحن هünf Engineers نغلقها جال الأجيرلاحظ بانه التدابير ماكين imminش ما محترمش ماكينش ويقاية ماكينش تدابير أمنية ولاسلامتية وماكينش القيام بالواجب دياله والتزام وحترام لتزام دياله كمشغيل يجب أن يصفت إنذار للمشغيل ويصفت نسخم هذا الإنذار للمفتي الشغل ويقول الله إجازك بخير راني جيت نهار اللي خدمت وهاشنه لاحظ وهاشنه لاحظ وهاشنه لاحظ وإلى ما كانش احترام ديل هذا التدابير الوقائية كانت تعرضوا للخطار وكانت تعرضوا للأفات أننا نتصابوا بهذا العدوه هذي إذن فلهذا كان أعطيك هذا الإنذار باش تاخد جميع التدابير ولما تختيش التدابير حنا نرى ما ممكننا نخدمه في هذه الظروف هنا تكون الأجير معفى يعني لقد أعذر من أنظر معذور يصبح معذورا إذا لم يحضر إلى العمل لأن المشغيل له محترم شهد التزامات وكيكون مفتي الشغل شاهد على هذه العملية شنه المقصود من ذيك الرسالة اللي كان صرفت المفتي الشغل كنسخة للإخبار باش المشغيل باش المفتي الشغل تواكي تاخد تدابير لازمة ويقوم بالمراقبة ويقوم بالتفتيش ويشوف فعلا واشاة شي يوقف عليه وصحيح ولا ما صحيحش باش يمكن له يساعد الأجير من بعد اللي يحتاجه في الحماية القانونية وهنا إلى المشغيل أصر على الموقف ديله وما تاخد تدابير فالأجير كيكون معفى أنه يستأنف العمل ديله وكيتعتبر بأنه مطرود بل أكثر من هذا الأجير له الحق إذا كانت القرائن أو الإثباتات كانت تكلم عن الإثباتات حسن من القرائن يكون إثبات بأن المشغل يضرب عرض الحائط جميع التدابير اللي كان خصو يديره مدرهاش ويعرض الأجراء للخطر وخاصة إلا كان شي واحد مرض مثلا فيهم تيمكن ليوضع شكاية عند وكيل الملك لأن هذي كتعتبر جنحة يعرضوا للخطر إذن هدوما الإجراءات اللي خصو يدير الأجير باش تكون حماية قانونية له وما يتعرضش للطرد ويكون الفصل عن العمل يكون قانوني إذن إلا تعرض للفصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر